أصدقائي وحبايبي أحل عالم وقال الصنف بشري بالمجرة التبانة وما حولها اليوم كان المفروض ليتتكلم عن موضوع بس بنانع على رغبتكم وكمية الكومنت اللي جتني على الفيديو الأخير اللي سويناك و الرسائل قررت اني أخلي الفيديو هذا كمان عن... هاكرز قبل ما أبدأ كلام بالموضوع حابب أوضح كم شغلة صغار واحد بالنسبة للبسألوني إذا أنت هاكر أو لا جوابي هذا الشي ما راح يهم أحل أبدا سواء انا هاكر او مو هاكر هذا الشي مش مهم انا بسوي هاي الفيديوز عن الهاكين بس علشان الناس تستفيد مش اكتر اتنين رجال ما احد يبعتلي شي على الخاص ويطلب مني اني اسوي له اي شي بالهاكين على شو ما يكون انا هنا بعطي معلومات وبس اللي محتاج شيء له علاقة بالسيكوريتي وحابب يتعلم يسألني وبجاوبه بس مش اكتر والفيديو هذا اليوم اللي حابين يتعلم واللي عن جد حابين يفوتوا مجال السيكوريتي اللي جزء منه هاكينج بس يتعلموا بطريقة اكاديمية تعب بجهد تفكير قراءة بتجربة انا مشينا اليوم علشان اعطيكم برامج تستعملوها وانتو مش فهمين اي شي عنها ويكون فيها ازيه للغير وقالكم وبكفر رقي كتير وخلينا نفوت بالموضوع الهاكينج والسيكوريتي خطين مشيين بتوازن اللي منفهموا من هذا الكلام انه اللي بيعرفوا السيكوريتي تقريبا هو نفسه اللي بيعرفوا الهاكينج كيف يجتمعوا الاثنين عن نفس المعرفة انهم درسوا تقريبا نفس الشي واكيد بيعرفوا كمان نفس الاساسيات والشي اللي انا حسعدكم فيه انه اقولكم شو هي هاي الاساسيات اللي رح توصلكم وتخليكم تمسكوا خط السيكوريتي واللي اصلا جزء كبير منه هاكينج بس ليجل يعني بطريقة شرعية غرض منها الحماية مش التخريب وسريع سريع على شو ما اطور بالفيديو الاساسيات اللي المفروض تعرفوها انا كتبتها بكومنتز موجودة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك تحت الفيديو تبع الهاكينج وحقولكم ياها هون كمان تفاصيل اكتر شوي طب معلش اقولكم شغلة قبل ما احكي لكم شو هي الاساسيات عندنا علبة الريد بول هاي يجا واحد وحكالكم فضوا لعلبة الريد بول هاي باي طريقة الانسان العادي بكل بساطة رح يفتحها من فوق ويكبها بيجي الشخص تاني بقول لا انا ما حفضيها هيك انا حفضيها طريقة تانية حمسك القلبة واسوي لها خزق من تحت وهيكب كون فضيتها ما احد هينتبه لها فضيت فهو الموضوع كمان طريق التفكير انكم تسوي شي بطريقة معينة مختلفة عن الطريقة اللي الناس تعودوا عليها وطريقة التفكير هاي رح تجبر الشخص اللي عم يفكر فيها انه يتعلم اكتر ويلا احلول مختلفة تماما عن الشي اللي الناس تعودت انها تسوي هذا بالنسبة لطريقة التفكير المكينة الجبارة اللي موجودة هون نرجع للعلم والاساسيات والطريقة المحترمة نضيف الأكاديمية المفروض انكم تتعلموا فيها علشان توصلوا للشي اللي بدكم اياه في السيكوريتي او خلينا نقول الاثيكال هاكين يعني الاختراق القانوني او المسموح فيه واحد لازم تفهموا اشياء كتير عن الوبراتينج سيستم او نظام التشغيل عندكم اشهر ثلاثة ويندوز لينكس يونكس اليونكس مقدر نقول انه الماك انتوش الشي المفروض انكم تعرفوه عن الوبراتينج سيستم او انظمة التشغيل هاي مش الشي اللي كل الناس بتعرف يعني انت تعرف شو ازرار الكيبورد بتسوي، هذا الشي ما بكفي لما تعرف انه ريتكليك بالماوس شو بتسوي كمان هذا الشي ما بكفي انتم بدكم تتعرفوه تفاصيل اكتر من هيك according to this بدكم تدلسوا النظام من الالف الى الياء كل واحد من الانظمة هاي في كل واحد من هاي الملفات او ملفات النظام كل واحد من هاي الملفات vih اموور معينه الامور هاي لازم تعرفوها ز sang to this لازم تعرفو كيف توصلها ولازم تعرفو اش الضرر الممكن يسير بالنظام لو تغير واحد من هاي الفايلات او تغير شي بصير فيه وبتركيبته بتكون تعرفوا كيف الملفات هاي بتشتغل مع بعض كيف مربوطة مع بعض ايش تأثير واحد على التاني وايش اهم من التاني ها هي الاشياء اللي انا بقصودها لما كنت بكتب في الكومنتز سواء على اليوتيوب او الفيسبوك انه لازم تعرفوا وتتعلموا نظام التشغيل فهاي هي رقم واحد سواء للوندوز او للينكس اللينكس مهم مرة جدا ولما بتبدو تفوتوا بالمجال حتلاوا انه اللينكس اصعب بكتير من الوندوز الفكرة مش انه اصعب الفكرة انه احنا كعرب منروح للاسهل وهو الوندوز كليك 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 وخلاص باللينكس هذا الشي مضطر انه يشتغل لانه تقريبا ما في ايش بيخلص بكليك من الماوس فاكيد بقول لكم ركزوا على اللينكس لانه مهم مرة جدا هلا رقم اثنين بدكم تتعلموا وبطفاصيل دقيقة جدا عن شي اسمه نتورك او الشبكات وهذا الشي هو اللي راح يعلمكم كيف الاجهزة بترتبط مع بعض تحكي مع بعض نوع الاتصال طريقة الكلام اللي بتصير بين الكمبيوترات ايوه هلا ممكن في ناس يجي تقول ايش هذا المجنون اللي عم بقول انه الكمبيوترات تتكلم مع بعض انا بقول لكم الكمبيوترات بتتكلم مع بعض الها طريقتها بالكلام مع بعض حتى لو انتو مش عادين على اللابتوبس تبعدكم مع الكمبيوترات تبعدكم كمبيوتراتكم قاعدة عم تتكلم مع كمبيوترات تانية برا اذا ما شبوك على الانترنت فالنتوركينج هو اللي راح يفهمكم القصة هاي تعرفوا شو بيصير بالخفة وتعرفوا اللابتوبس تبعدكم مع مين عم تحكي من وراكم والشي هذا مهم مرة جدا اوي خالص اخلص حاجة هاي بالنسبة للنتوركينج هيك بنكون تكلمنا عن الوبريتنج سيستمز وعن النتوركينج الشي التالت الشي التالت وهالشي هو راح يكون نقطة التخصص تبعدكم في مجال السيكوريتي وبداية التعمق بالطريق الانفورميشن سيكوريتي او زي ما بقولوها امن المعلومات وهاي الدراسة هي اللي راح تعلمكم تربطوا بين الاشياء اللي درسناها بل شوي بس علشان تبدعوا في هاي الدراسة لازم 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 تلاتة لازم تكونوا طبخين وعجنين لا هي عجنين وطبخين ولا طبخين وعجنين وخبزين المهم انه تكونوا عن جد فهمين الشغلتين الاولى اللي حكينا عنهم الوبريتنج سيستمز والنتوركينج وهيك صار عنا الوبريتنج سيستمز نتوركينج وانفورميشن سيكوريتي هلا الاهم من كل هذا اللي حكيناه شغلة واحدة طولة البال اصفي لكم الحلقة هاي كلها بداية اللي بده يفوت مجال السيكوريتي والهاكينج يعود حاله على طريقة التفكير اللي حكينا عنها بأول الحلقة يلغم العقله شي اسمه ملل من الدراسة القراءة والتجرؤ يغوص بالاوبريتنج سيستمز ويفهم تفاصيلها يخش على النتوركينج ويندمج بالكيبلز الاسلاك ويقتنع انه الاجهزة بتحكي مع بعض ويفهم اللغة تبعتها واخيرا يربط الامور هاي كل اياتها لما يبدأ يدرس الانفورميشن سيكوريتي ولي بده يكون هاكر ان شاء الله بيكون هاكر بالخير يفيد غيره ويوقف مع اللي ما بيدهم حيلة وكون هاكر بس بطيبة قلب من غير ازيلة للغير والله يوفقكم كل قرر شغلة اخيرا يجعني اكتر من كومنت عن الانونيموس الانونيموس البروح بيساعد فقير من غير ما يشهر للعالم انه هو ساعد هذا الشخص هو انونيموس وكل عمل خير على السكيتي من غير الشهرة والفشخرة بيكون انونيموس كلنا بنقدر نكون انونيموس مش ضروري تكونوا هاكرز عشان تعملوا خير واخيرا لا تنسوا تسوي لي لايك شير سبسكرايب وسلام الهاكرز مش مخلوقات فضائية الهاكرز بني ادمين زي وزيكم مش اكتر الفرق الوحيد انهم بيعرفوا شي احنا اه انتو ما بتعرفوه مش اكتر والهاكرز انواع في منهم بقولولهم الوايت هات وفي القرير